موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الكرام اهلا بكم الى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة والبداية من صحيفة التليغراف ومقال لريتشارد سبينسر بعنوان وقف اطلاق للنار غير ملزم لأي من مجرمي الحرب تركز فكرة المقال على تسمية الاشياء بعكس مسمياتها الصحيحة وينطلق من التعبير الصيني الشهير ان تسمي الحصان غزالا ويقارن سبينسر ذلك بالاتفاق الاخير على وقف اطلاق النار في سوريا مشيرا الى انه لو كان ما تم الاتفاق عليه هو بالفعل وقف لاطلاق النار فان حصان الامبراطور الصيني كان غزالا ويضيف ان الاتفاق الذي اقرته عدة قوى دولية لا يتضمن اي طرف سوري يستطيع وقف اطلاق النار فعليا كما ان كل الاطراف التي رحبت بالاتفاق لا علاقة لها فعليا كما ان جميع القوى الخارجية المشاركة في الحرب في سوريا يمكنها ان تواصل القتال عندما تشاء ويوضح سبينسر ان كل ذلك بسبب ان قرار مجلس الامن الدولي الصادر الشهر الماضي بخصوص سوريا والذي يعد العنصر الحاكم لكل هذه المفاوضات استثنى الاطراف المقاتلة التي اعتبرها متطرفة واستبعدها من اي وقف لاطلاق النار ويقول ان الاتفاق لا يسري على مقاتلة تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مساحة واسعة في سوريا ولا يسري على تنظيم جبهة النصرة ولا اي جهة اخرى يصنفها الغرب على انها ارهابية وبالتالي فانه من حق كل الاطراف الموقع على الاتفاق الاستمرار في قصف هذه التنظيمات وبما ان جبهة النصرة مثلا تتواجد في جميع المناطق التي تتمركز فيها قوات الجماعات التي يعتبرها الغرب معتدلة ويسري عليها الاتفاق فان القصف سيستمر في اي وقت وليس له قيمة فعلية وبالانتقال مشاهدين الكرام الى صحيفة الفاينينشل تايمز نقرأ تقريرا لاريكا سوليمان بعنوان هل يستفيد الدولة والنصرة من ضرب المعارضة قالت فيه الكاتبة ان القصف الروسي المتواصل على جماعات المعارضة السورية يدفع بالعديد منهم لتبني اديولوجية تنظيم الدولة في العراق وسوريا وتضيف سوليمان لم يصلي احمد ابدا وقاتل مع المعارضة ضد الجهاديين في تنظيم الدولة لكن هذا تغير وعندما بدأت الغارات الجوية وهدمت بيت اخته وقتلت اخته وزوجها وابناءها الثلاثة وتتساءل الكاتبة ماذا فعل توجه احمد الى المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة في مدينة الباب وعلن توبته ودخل دورة دينية لمدة اسبوعين وتلقى تدريبا عسكريا واصبح جهاديا في قوات تنظيم الدولة الاسلامية وينقل التقرير عن احمد قوله هل لا انا سعيد لا فلا يمر اي يوم علي اشعر فيه بالراحة لكنني اشعر بالجنون وقابلت الصحيف احمد البالغ من العمر واحدا وعشرين عاما عبر سكايب حيث تحدث اليها من الرقة العاصمة الفعلية للتنظيم ويقول احمد هدف الان هو القتال مع تنظيم الدولة الاسلامية حتى الموت ولن اسمح بان تقتل عائلتي بهذه الطريقة وتعلق سوليمون قائلة كان هناك اشخاص اخرون مثل احمد في حالة لم يثبت اتفاق وقف اطلاق النار الذي اعلن عنه هذا الاسبوع وتعتقد الصحيفة ان ما يجري في حلب يعد مرحلة حاسمة بالنسبة للمقاتلين فالتهديد الوجودي قد يدفعهم الى توحيد صفوفهم ما سيمنحهم فرصة لمواجهة الهجوم واما سيدفعهم الخطر الجديد الى الرحيل وبشكل جمعي نحو تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة وهو على خلاف ما يريده الامريكيون والروس من الحرب هناك وتريد الصحيفة نقلا عن احمد قول ان هناك عدد من الشباب القادمين من حلب وحمص من من يتخرجون في معسكرات تنظيم الدولة الاسلامية ويضيف لن تتوقف فهم ينضمون الى المجتمع الدولي هو كذبة لا يقف الى جانبنا وننتقل مشاهدين الكرام الى صحيفة العربي الجديد ومقال لبير عفيفي بعنوان ما بعد ميونيخ اشار فيه الكاتب الى ان لقاء ميونيخ الالماني لم يأتي بجديد سوى تكريس حتمية الدور الروسي العسكري في سوريا بتأييد امريكي تحت عنوان محاربة الارهاب واشارت الكاتبة الى ان الحل السياسي لكيري ولافروف واضح هو محاربة داعش وتنظيمات الارهابية كاولوية ولا شيء يعلو على هذه الاولوية ازاء هذا الواقع بات امام المعارضة السورية حل من اثنين القتال حتى اخر رجل او السير بالحلول الامريكية الروسية مع كل مرارتها وان لا ستصنف بانها ارهابية ومن المتوقع في الفترة المقبلة ان يزداد الضغط العملي على المعابر الحدودية بين تركيا وسوريا وبالتزامن مع بدء قوات الاطلسية عملياتها العسكرية في بحر ايجا للحد من تدفق اللاجئين الى القارة الاوروبية حتى الان لا احد يفكر انسانيا والمساعدات الانسانية التي اتفق على توزيعها في سوريا دونها عقبات اما في شأن جينيف فان الحل الروسي الامريكي لم يتحدث سوى عن استئنافها اي ان جينيف ستبقى معلقة حتى تتطور الامور عسكريا من يملك الارض يملك القرار ووسط هذا كله بدى ملاحظا في استعجال الحل السوري لدى واشنطن وموسكو ان كليه ما يريدان التخلص من رتابة الاجتماعات غير المنتجة فروسيا ترغب في التفرد بالكامل للملف سوري في مقابل بدء التركيز الامريكي على ليبيا حيث يوجد داعش ايضا بالتالي بدنا امام مرحلة انتقالية بين اولويتين الليبية ستتقدم على سوريا غربيا على اعتبار ان البحر وحده من يفصل داعش عن القلب الاوروبي بينما في الشرق تبدو تركيا خطى دفاع اول في موضوع اللاجئين وروسيا جندية مقاتلا في مواجهة داعش وحين يتحدث كيري عن مهلة الاشهر الثلاثة للمعارضة فهو لا يعني غير تمهيد الارضية لعمل عسكري في ليبيا على ان يبدأ الحل السياسي البطيء في سوريا وما لم يحصل تدخل عسكري بريس نكون امام نهاية غريبة للصراع السوري ابطالها روس وامريكيون وبالانتقال مشاهدين الكرام الى صحيفة اكشم نقرأ مقالا لويداد بيلجين بعنوان من سيكون الرابح في سوريا رأى فيه الكاتب بان قضية سوريا احتعدت كونها شأنا خارجيا وتحولت الى شأن داخلي محض بالنسبة لتركيا وفي نفس الوقت تعدت هذه المشكلة كونها مشكلة اقليمية واصبحت قضية هم العالم باسره وما يحصل هو ابارة عن محاولة مراكز الهيمنة القديمة فرض هيمنات جديدة وعندما قال داود اغلو ان هذا الصراع هو صراع بين صلاح الدين والصريبيين وبين السلطان الباصلان والبيزنطيين وبين حلف السلطان سليم وادريس البتليسي من جهة وحلف الصفويين والفرس من جهة ثانية لم يكن يشير الى التاريخ فقط بل هذا هو لب صراع الذي نشهده خاليا ويرى الكاتب بان من سيكسب على المدى الطويل هو صراع الدين والسلطان الباصلان والسلطان سليم ويجب ان لا ننسى ان لزمة السورية لم تكتفي بالانتشار على النطاق الاقليمي فقط بل اصبحت قضية اوروبية وامريكية وروسي ايضا ويضيف الكاتب لكن يجب على تركيا اتخاذ قرار استراتيجي في هذه اللحظة التي تصدع فيها التاريخ فمن جهة يتم العمل على زرع بذور التفريقة بين تركيا باشعال فتيل حرب داخلية ومن جهة اخرى تقف تركيا في مواجهة الطوق قد يفرض عليها من الخارج فالانظيمة الغربية ترغب في محاصرة تركيا عبر تنظيم بيككي وبيدي الارهابية لتسنى لها الرد على اسعي تركيا في ان تتحول الى قوة اقليمية وهي في نفس الوقت لا تظهر اي تردد في استخدام التحالف الروسي الايراني ويختم الكاتب متسائلا بعد مرور مئة عام هل سيقوم الغرب مجددا برسم الخريطة الجديدة للمنطقة ونقرأ في صحيفتي نشفق تركيا مقالا لعلي بيرم اغلب عنوان على عتبة مأساة النازحين السوريين اشار فيه الكاتب الان تركيا تعيش اليوم جملة من المخاوف مع تدفق امواج النازحين السوريين بعشرات الالاف على المنافذ الحدودية مع تركيا ويحذر الكاتب من مشكلة تدفق النازحين غير المنظم والذي يفتقر الى الضمانات الامنية والاستخباراتية في جنوب شرق البلاد وهذا يمثل خطرا كبيرا على تركيا فانظيمة العبور التقليدية تعجز امام هذا التدفق عن هذه المواجهة ما ادى لان تصبح مشكلة بحض ذاتها فافواج النازحين تغذي فكرة مكتسبة مفادها كراهية الاجانب والرغبة في طردهم من البلاد وقد وقعت احداث كثيرة متعلقة بهذا الهروب الى الامام يتصادم مع المشاكل الاجتماعية الكبيرة اضافة الى نمو مجموعة من الازمات الثقافية التي ستشغل تركيا في السنوات القادمة استطاعت تركيا من خلال التحالف الدولي الذي ابرمته عام الفين وخمسة عشر ودعمها لقوى المعارضة ان تحافظ وتعرقل تقدم تنظيم الدولة الاسلامية نحو الغرب غير ان دخول روسيا في اللعبة واستخدامها لتنظيم الدولة في كسر جبهة المعارضة لفسح المجال امام قوات الاسد ادى الى تدفق موجات النازحين التي لا يمكن ردها فوجدنا الاف الناس يقفون على عتبات معابيرنا الحدودية وقد تحدث داود اغلو حول هذا قائلا نحن نشهد مأساة تحدث للاخوة السوريين في محيط حلب حوالي 30 الف سوري طروا لنزوح دفعة واحدة ولم يفكر احد كيف تستوعب تركيا اللاجئين السوريين وتتحمل كل ما يترتب على ذلك لا يمكن الانتظار من تركيا ان تتولى قضية اللاجئين لوحدها الانسانية تواجه اختبارا صعبا في سوريا بهذا المقال مشاهدين الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الام على امل اللقاء بكم دائما بكل خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة